بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى اللهم إني أسألك من فضلك يا الله أن تيسر لنا كل أمر عسير وأن تفتح لنا فتوح العرفين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار ومن عذاب النار ومن كل عمل وقول يقربنا إلى النار اللهم وأصلح لنا شأننا اللهم وادخلنا الجنة بسلام يا رب قد عم الظلام فنجنا يا رب قد عجز الطبيب فداونا يا رب قد عجز الطبيب فداونا اللهم إنا نقف على بابك فلا تطردنا ونستنصر بك وحدك فانصرنا ونتوكل عليك فلا تكلنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين سبحانه يقول في الحديث القدسي عبدي أنت تريد وأنا أريد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ فإن سلمت بما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد وصلاة وسلام يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حقاوز حلقتنا النهاردة متميزة ولم لا؟ وهي عن خير خلق الله، وهي عن حبيب الله، وهي عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حلقتنا النهاردة بعنوار نور النبوة، نور سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا محمد جماعة نور لأن القرآن العظيم هو الذي ذكر ذلك فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أما الكتاب المبين فهو القرآن العظيم وأما النور فهو نور الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما النور فهو نور محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة وسلام وهو نفسه سيدنا النبي عليه الصلاة وسلام هو بيقول عن نفسه أنه هو نور صلى الله عليه وسلم اسمعوا للحبيب عليه الصلاة وسلام وهو بيقول لنا كنت نورا كنت نورا صلى الله عليه وسلم يرى في جبهة أبي آدم وظل النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرة والأرحم الزكية حتى وصل إلى عبد الله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنحتفي ونحتفل بذكرى مولد رسول الله عليه الصلاة وسلام وبنقدم التهنيئة لكل المسلمين في كل مكان مولد النبي صلى الله وسلم بنتقدم بالتهنيئة لكل العالم بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وطبعا مهم جدا كمان أن احنا نقدم النهاردة خالص عزائنا في شهداء الشرطة الذين يدافعون عن وطنهم الغالي مصر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلقي على أهليهم الصبر والسلوان وأن يعودنا عنهم خيرا وأن يحمي مصرنا من شر الكائدين إنه ولي ذلك والقادر عليه حلقتنا النهاردة يا جماعة بعنوان نور النبي خلينا قبل ما نبتدي نتكلم عن نور سيدنا النبي عليه الصلاة وسلام خلونا الأول نشوف رأي الناس وراجعين مكملين مع حضراتكم برنامجكم حجاوز تقرأ فيه عن خلق الرسول مع زوجاته وأهل بيته؟ لا الرسول قدوة ولازم متعلم منه من الأشياء اللي كان بيعملها مع زوجاته أنه كان بيعدل بينهم ما كانش بيفرق بين أي حد في زوجاته المشاورة بينهم ومن بعضيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان عادل جدا بين زوجاته كل الحب والحنان لأفراد الأسرة وزوجاته كان كريم الخلق مع أهل بيته مع سيدات ومع أبنائه تعامل الحسن الخلق كان خير القدوة في التعامل مع زوجاته مع أهل بيته كان الخلق الحسن كان التواضع كان الأمانة كان الصدق كان العدل بين زوجاته كان خلقه القرآن كان قرآن يمشي كان كريم في أخلاقه إيه أكتر موقف عمله الرسول مع أهل بيته وانت اقتضيت به وعملته مع أهل بيتك اللي هو كان بيساعد زوجاته في البيت الأدب والخلق وحسن المعاملة والعشرة مع بعضين والله العدل والمساواة كان حنون وعطوفة على أهل بيته وتعامل الزوجات بما يرضي الله خدمة أهل بيتي العدل بين زوجاته مساعدة أهل بيته يقدم بيته ويخيط نعله وثوبه تعرف إيه عن مواقف السيدة خديجة مع الرسول وهل في فعلا زوجة ممكن تضحك كل حاجة عشان تقوم جنب جزه أيوا سيدة خديجة رضي الله عنها كانت يعني مثال خلق السيدة الوقفة جنب جزه فعلا وكانت بتسنده ومفروض دايب من الستات كلها يعني دلوقتي والله صعب كيف كان بيتعامل الرسول مع غير زوجاته مع غيرتهم آه كان بي أفتكر إن هو كان بيدي لكل واحدة منهم طمرة ويقول لها اللي بتاخد الطمرة دي هي أعز واحدة عندي فكان بكده بيشيل الغيرة منهم يعني بيحاول إن هو يخلي كل واحدة هي الوحيدة اللي موجودة في عينيه يعني هو مش هايف غيرها كان بيواجه غيرة من خلال زوجاته بس هو على قد الإمكان كان ما كانش بيفرق بين حد فيهم يعني من ناحية الغيرة من أكتر زوجة أقرب لقلب الرسول السيدة عائشة السيدة خديجة السيدة عائشة السيدة خديجة السيدة عائشة كل الزوجات كان أقرب لهم ولكن هو كان بيطبعاً ستين عائشة طبعاً كان أقرب سيدة عائشة ربي الله أنا أرضاه سيدة خديجة هل ممكن تتجوج أكتر من واحدة وتقدر تعدل بينهم؟ أنا؟ لا طبعا لا طبعا ممكن يعدل في حتة ايه؟ مثلاً المأكل المشرب المال بس الكلام ده كله ده إنما كمحبة قلبية لأ ده طبعاً مستحيلة لا إلا من رحمة ربك رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شوفنا رأي السادة المشاهدين في كلامهم الجميل عن أخلاقيات سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه يجمعين وتعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته وازاي كان بيتحمل صلى الله عليه وسلم زوجاته عشان إحنا كمان نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نوجيش كده زي ما إحنا شايفين دلوقتي نسبة طلاق عالية جداً بين المتزوجين حديثاً بسبب ضغوط الحياة وإن الولد أبوه معلموش يحتوي زوجته إزاي والبنت أمها معلمتهاش إزاي تتعامل التعامل الصح مع زوجها فإحنا محتاجين والله يا جماعة محتاجين إن إحنا مش حول نرجع الأخلاق رسولها نتقدم من فضلكم أعايزين نتقدم لأخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وزاي سيدنا رسول الله كان بيعامل زوجاته شوفوا للمشاهد الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض كان صلى الله عليه وسلم شعار خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ربنا سبحانه وتعالى لما مدع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما قال لهش وإنك لعلى علم عظيم أو وإنك لعلى صحة عظيمة أو حتى منصب عظيم لكن ربنا ممدع سيدنا محمد قال له وإنك لعلى خلق عظيم يعني إيه؟ يعني أي حاجة يا جماعة من غير أخلاق في هذه الدنيا لا قيمة لها إحنا بننتظر كل أسئلتكم واستفساراتكم حول تعامل الزوجات مع الأزواج والعكس الصحيح أيضا لو كل زوجه عندها مشكلة معجوزة تكلمنا كل زوجه عنده مشكلة مع امراته يكلمنا وإن شاء الله نحاول أن نجد حلل لهذه المشكلة وإحنا النهاردة بمناسبة مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بس قبل طبعا ما إحنا طبعا أحكي لكم إزاي الرسول كان بيعمل زوجاته خليني نهاردة وإحنا بنكلم عن نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو بيقولنا كنت نورا صلى الله عليه وسلم هو كان نور عليه الصلاة والسلام هذا النور كان يرى في جبهة أبي آدم وظل النور ينتقل من آدم إلى أن وصل إلى والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلينا أحكي لكم يا جماعة الإمام الصالحي في كتابه الرائع سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا حكاية جميلة أوي حبيت أحكي لكم ونتعلم منها إيه حكاية ست اسمها فاطمة أو امرأة اسمها فاطمة بن طمر الخطعمية دي كانت قرأت في الديانات السماوية السابقة قرأت في الطورة وقرأت في الإنجيل وعرفت علامات النبوة يعني من كتر عيثها في الكتب السابقة شافت إمارات وعرفت إمارات النبوة فعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه والده عبد المطالب وذهب به إلى أهل آمنة بن تواهب لكي يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليزوجها من عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق التقى عبد الله مع فاطمة بن طمر الخطعمين أول ما شفيته اندهشت وقالت له يا فتى تعالى من أنت؟ قال لا عبد الله قالت له يا فتى هل لك أنت تزوجني وأدفع أنا لك المهر حاجة غريبة أوي عند العرب المفروض الراجل هو اللي يجري على الست هو اللي يخبط على بابها وهي تقوله لا وما إلى ذلك لكن الست امرأة وعربية وتطلب من عبد الله أنه هو يتجوزها تروح للراجل بنفسها وتطلب منه أنه هو يتجوزها وكمان بتقوله إيه أنا اللي حتفعلك المهر أو مش عايزة منك أي مهر بالعكس ده أنا حديك حاجة من عندي كمان سأعضيك عدد كبير جدا من النقل يا ترى عملي عبد الله قال لها أمر والدي لأو خالفه ما قدرش أترك أمر والدي على الإطلاق إيه اللي حصل بعد كده هنحكي ده ولكن بعدها زالت صالة تليفوني معنا مين يا وسادة اسمعين أهلا وسائل يا أم محمد سلام عليكم سلامة الله وبركاته لك يا دكتور أهلا وسلام مرحبا تفضلي آه يا الله يسلم أنا معي مشكلة خير يا فندم ربنا يفك عنك إن شاء الله تفضلي أنا جازي عايز تجوز علي زوجك عايز تجوز عليك طب طب ممكن تعال صوتك صيب زوجك عايز تجوز عليك كلمين يا تاني يا محمد معنا مين يا أستاذ صفية السلام عليكم أستاذ صفية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إزاي حضرتك أهلا وسهلا الحمد لله تمام إزاي حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا أستاذ صفية إزاي حضرتك ينفع بيكم يا رب ويبارك في ما تقولونه ويعني يجعل فينا سير سيدنا النبي تنظم حياتنا حتى يعني تصلح ما فسد صحيح صحيح يعني أنا عايزك كده طبعا حياتك يا أستاذ صفية تقول لنا سيدنا النبي صلى الله وسلم إزاي كان بقى بيتعامل مع زوجاته وبفضل الناس تختادي به ماذا كده ولا إيه عليه الصلاة والسلام طبعا في هذه الذكرى الشريفة التي كانت خيرا عم الكون كلهم ويعني أفضل شيء والرحمة المهدى لهذا الكون إن اقتدينا بسنته ومشينا على هدي فسوف نلقى كل الخير في الدنيا وفي الآخرة صحيح يعني علة العلا هذا هناك يعني بعض الأبيات أقولها في هذه المناسبة علت العلا وسمت بسيرة أحمد وبذكره غدت العواقب أحمدا الله متفرد بالحسن عال قدره من نوره نبع الضياء تزود يا قومنا صلوا عليه وسلموا تلقون في الدارين عيشا أحمدا نعم هذا النبيع العظيم عليه الصلاة والسلام قال إنه حبب إليه من دنياه النساء والطيء حبب إليه من دنياه النساء وكان عرف عنه صلى الله عليه وسلم حسن معاملة النساء من يعرفهن ومن لا يعرفهن كانت تلقاء الجارية في طرقات المدينة فتأخذ بيده وتمشي به في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجاتها جميل جميل والمرأة العجوز التي حمل عنها حلها وأوصلها فلما وضع الحل قالت له أردت أن تصدي له نصيحة بما أن ليس لديها ما تكافئه به فأردت أن تكافئه بنصيحة فقالت هناك رجل يدعي النبوة لا تتبعه فقال لها أنا هو نعم فقالت أشهد أنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام فكيف حاله مع أهل بيت أسازة صفية إزاي نتخلق بأخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تنصحي كل زوجة شايفنا دلوقتي وكل زوجة تنصحيهم به خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام لا خير في خلق ولا فضل ولا كرم إذا كان يطول الغريب ولا يطول أهل بيتك أشكرك إذا كنت ذا خلق حسن وذا كرم وذا مرؤة فالأولى به أهل بيتك نعم صحيح بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ صفية عندك سؤال ولا حاجة تحب تسألينها في حاجة طيب انقطع الاتصال التليفوني بشكر جدا أستاذ صفية على كلامها الجميل يا جماعة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكايته الرسول صلى الله عليه وسلم احترامه للمرأة وتقديره للمرأة أما وأختا وزوجة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر المرأة ويؤكد ويقول دائما ما أكرم النساء إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم وكان صلى الله وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال خليني حكمل ده بس بعد ما أحكي لحضراتكم قصة فاطمة بن تمر الخطعمية لما طبعا أرادت أن تتزوج من عبد الله ولد رسول الله وقد اكتشفت في وجهه نور النبوة نور سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الجمعين قالت له اتجوزني وأنا أدفع لك المهر رفض وقال لها ما خلفش أمر أبي وذهب وتزوج من أمنة بنت واهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من عدت العرب زمان أو العريس يعني يزف إلى زوجته في بيت الأهل يعني فقعد عندها فترة عندهم فترة ثم بعد كده بقى رجع عبد الله عاد عبد الله إلى مكة وهو في الطريق قابلته هذه السيدة قابلته مرة تانية اللي هي فاطمة بن تمر الخطعمية لما قابلته ما سألتش فيه ولا كلمته ولا عرض عليه الجواز ولا أي حاجة ولا اهتمت بيه على الإطلاق فعلامات استفهام كثيرة جدا كانت عند عبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها ملكي لا تعرضين علي ما عرضتي بالأمس انت ليه ما بتعرضيش علي اللي انت عرضتي علي قبل كده قلت له من أنت قل لي انت مين قال لها أنا عبد الله قالت له ما أنت هو انت مش هو وأنا امرأة لست بصاحبة ريبة يعني مش عايزة تقوزه خلاص ولكني والله ولكني والله وجدت في وجهك نورا فأردت أن يكون هذا النور في أنا أو لي أنا ولكن أبى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إلا أن يجعل نوره حيث شاء يا عبد الله اذهب إلى زوجتك وقل لها إنك حملت بسيد الأوين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين معنا أستاذ فاطمة من الإسماعيلية أستاذ فاطمة السلام عليكم معيك السلام ورحمة الله أزاك يا دكتور أهلا وسهلا مرحبا كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة وكل أهل الإسماعيلية بخير الناس الطيبين والصالحين الله يخليك الله يخليك يا دكتور فضالي أنا عندي مشكلة مع زوجي والله عندك إيه مشكلة مع زوجي إن شاء الله ربنا أحلها ليه مشكلة ليه بقى ليك قديم يتجوزها بقى لي 35 سنة طيب مشكلة على إيه بقى كنت حفظته بعد يعني مش ربنا رزقكم ببنين وبنات ما شاء الله معي خمسة بسم الله ما شاء الله ربنا أبريك لك فيهم إن شاء الله طيب إيه المشكلة بقى يا ستة كل سبب المشكلة إيه مشكلتي اللي هو كذاب يعني إيه اللي خليه يجدب عليك ما أنت أكيد تلاقيك مدائقة عليه والحاجة لا والله يا دكتور والله أنا يعني ربنا يعلم طيب ما سألتهش ليه بتجدب عليك برضو يجدب ما يقوليش الصراحة لأ لا ليه بيجدب عليك يعني إيه اللي خليه يجدب عليك إيه الأسباب مش عارفة هو كذاب هو من طبعه لكذا طب ما يمكن يجدب عليك عشان يرضيكي عشان ما زعلكيش لا والله يا دكتور أنا يعني الحمد لله يعني لما يجاملك بكلمة كويسة ولا حاجة مفيش مشكلة لكن ما يجدبش عليكي في حاجات تانية لا هو عشته معايا كذاب على طول وحاول معايا وعمل نفس مصدقات عشاني مثلا يقولي الصراحة ووضحك على نفس اللي أنا صدقتك وخلاص أبدا مفيش فايدة هو كذاب من طبعه لكذاب ويلفي ويدور عليك كتير طيب الراجل ده يا حاجة فاطمة وشوفتش منه يوم كويس شوفت الحمد لله شوفت طيب يعني برضه دي تعادي دي يعني بس اسأله ليه بتجدب عليكي ليه بيجدب عليكي ما هو ما بقولش الصراحة يا دكتور والله هو من طبعه لكذاب طيب ما حاولتش تدخلي حد من علتك ولا حاجة في الموضوع والله اتدخلوا كتير بس من زمان يعني من وانا لصة صغيرة أنا معايا ما شاء الله أربع صوبيان وبنت جوزتيهم جوزة تلاتة جوزة تلاتة ومعايا اتنين واحد عازب واصغر واحد فيهم في تاني عداد اصغر واحد فيهم في تاني عداد طيب او في تاني عداد المو ما هو طلع معاش حضرتك طلع معاش شهر اتنين اللي فاد ده ممم تمام منكفقة نهاية الخدمة دي طيب المحاملة ثانية حاج الفلوس طلع في الانقار خالص ممم قال ما خدتش يعني ولا ايه لا قال لي انتش بتاكلي وبتشربي انت عايزة ايه من مكافئة المعاش انت بتاكلي وبتشربي انت وعيالك عايزة ايه مني طب يا ابني الحلال الطفل اللي معانا اللي في قولها بتداء تانية عدادي دا هو لسه محدش عارف الزمن هيعمل فيه ايه يعني نحطوله حاجة باسمه نقامل له مستقباله احنا مش هنقاش العمر كل عبده صحيح اللي معانا قال لي اجد بتاكلي وبتشربي وانا ملكيش حاجة عندي الا الاكل والشرب وصلت في الانتقاف في حكاية مكافئة المعاش دي يا دكتور طيب سؤالك بقى ايه السكولي سؤالك يعني سؤالي انا زهاتي من كتبه زهاتي من كتبه ويلفه ويدور علي وعمل نفس مسبقات يعني اعمل ايه بقى اعمل ايه معاه دوت حاضر حاضر قبل المرض يا دكتور عندي الصكر عندي الضغط ومية بيضة على عناية وقبل المرض في جسمي من كتر الزعل والميحة لا ايه لله طيب حاضر مش لا ايه لحل ربنا يا شيك وعفيك حاضر يا فاندي من شاء الله شكرا جزيلا استاذة فاطمة استاذ فاطمة تقول لك جالها الضغط وجالها مية بيضة كل ده من خلافات الزوجية والمشاكل بينها وبين جوزها وانه جوزها جماعة كداب بيجذب بيجذب كما يتنفس ما بيقول لاش حقيقة هو طبعا المفروض يا جماعة الحياة الزوجية تقوم على المحبة وعلى المودة وحجاوب على سؤال الحاجة فاطمة ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله رجعنا لي حضراتكم مرة تانية وبرنامجكم حجوز كلموني يا جماعة على وسائل اتصال اللي احتضي على الشاشة قدام حضراتكم ولسا النهاردة بنتكلم عن نور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وازاي سيدنا النبي كان بيحل مشكلاته مع زوجاته وازاي نساهم او نحل مشكلاتنا الزوجية ما نسيتش سؤال لأستاذة فاطمة لكن معنا الأستاذة نورة من القاهرة أستاذة نورة السلام عليكم أهلا وسلام أخبرك ايه كل سنة انت طيبة كل سنة انت طيبة يا أستاذة نورة ازاي حضرتك الحمد لله انت كويسة متجوزة او متجوزة وجاي اكلمك في موضوع الأستاذة فاطمة اللي بتكلم حضرتك عندي كلام كتير عايز اقوله طب اولي اولي يا أستاذة نورة اتفضلي أنا عايزة اسأل حضرتك انت سؤال انت ايه رأيك في الرجل اللي بيجدب أنا طب ما فيش حد حيقول الرجل اللي بيجدب كويس الكتب خيبة الكتب حرام الكتب يغضب ربنا يا أيها الذين امانوا تتقوا معها وكونوا مع الصادقين يا نورة لازم الواحد بصادق نعم الفت اللي معاها راجل بيجدب تعمل فيه ايه تجنقوا لا مش تبيع ولا حاجة تقعد معاها وتنقشوا وتشوف ايه بيجدب ليه ايه الاسباب اللي خلاته بيجدب عليها هو ممكن بعض الفقاء قالوا الراجل ممكن يجدب على امراته عشان يرضيها يجدب عليها في ايه عملته شوية اكل ونقصين مالح مثلا فقالها تيسلميديك وحاجة جميلة بس لكن بعد كده ما ينفعش نجدب عليها لا ده هو كده بيجاملها لا ده كده بيجاملها تمام يعني المفروض الساب في فيدي الراجل امان ان هو يكلم واحدة تانية قدامها لا ما ينفعش يكلم واحدة تانية قدامها لا ما هو عايزها تتدينه الامان ويا كده ايه ايه بيجدب من وراه وبيعمل الحوارات دي من وراه يعني هو الزوج عايز يا أستاذة نورة ان هو يتكلم مع الستات وزوجته تقول له انا موافع على ده ما في الستة هتوافع على كده وده حرام فهو عسا كده لما بتيجي تقول له لا ما تعملش ده او ده مش صح بيضطر ان هو يعمل كده من وراها وهو الموضوع كله غلط طب ما احنا كده بقى ما بنحاسبش الراجل لما بيغلط في حق الستة بتاعته طب دلوقتي الستة بتاعته لو عملت كده الدنيا كلها مش هتيجي عليها هتيجي عليها طبعا اكيد طبعا ليه هو ربنا هيحاسب الراجل ومش هحاسب الستة هيحاسب الاتنين هيحاسب الراجل وحاسب الستة بس عايز اقول لك حاجة يا نورة عايز اقول لك حاجة يا بنتي من عصى الله فيك اطيعي الليها فيه انت بتعاملي مع ربنا اللي يرضي ربنا عمليه ما يرضيش ربنا ما عم تعملوش عندك سؤال تاني على حاجة اه طبعا عندي بالنسبة للرجل اللي بتجوز واحدة تانية على مروتون تقيرة يكسر موضوع ده حاضر اوكي ماشي حاضر اجاوبك شكرا جزيلا معنا ام محمد من الاليوبية يا ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضيك يا دكتور اهلا يا ام محمد ازايك فضلي الله يسأل لي كل حضرات كل سنة وحضرات طيب وانتي بخير وعافية فضلي فن اه بالنسبة بقى من الجماعة السيدات اللي بتقفلوا بقولك على الكذب اه فانا برضو عندي نفس المشكلة في الكذب ام وبعدين من اللي بيجذب عليك جوزك بيجذب بيجذب يا دكتور كتير وكيجب بيقرب البيت يعني حضرتك دلوقتي لما هو جواز 30 سنة واربعيال وبعدين اقول ده انا عندي معمورية شغل واغيب 15 يوم اللي يروح يغيي اه معمورية الشغل يروح يتجوز دي حاجة بعد اسبوع يجيوه يقولي ده انا اتجوز طب ما قلتش لي قبل ما يعني ما تتجوز ان انا هتجوز انا مش هرفض وانت مش هتاخد مني الاسم ده حقك بس اعرف صحيح من الحق تعرفي وتختاري وتختاري انت لك واحد صحيح بقى ليك نص راجل نعم اه طيب اه طلبت منه الطلاق للكتب ده ومش اول مرة يكذب قال يا تتي والله خلاص احنا طلقناه وقلت له ما اتطلق اه اتطلق عليه ايش معنا احمرتين بما يرضي الله باتي مفيش كده يعني ما تبقاش بايتينك واحدينك قولي ده انا عندنا باتسية ده انا بايت في الشغل وهو هناك اروح الى يباتي ناك مم وبعدين يبصلي من بالكونة يبقى عاملة بغضة الحرام طيب يا عمي بقى ما دام الماضي اوزت كده ما فيش عدل ما فيش راح ما اطلقني قال ده ما اطلقتها ومش عرف اعرف يا دكتور عمل ايه مم راح فتح محل بقالة وقفني فيها قال لي علشان خاطب نبيع ونشتري عشان نجيب ليستة فلوسها حققها يا اطلقت وعايزي حققها مم اه في المحل ويقول لي ده انا رايح اشتغل على تاكسي بعد الضوء اللي يروح للتاكسي يخضل فلوس جيب لها الفاكة وجيب لها السمك وجيب لها كل الحاجات الكويسة ويروح ويبات وبعدين يجي ساعة تلاتة الفاكسي يقول لي ده انا كنت شغال على التاكس تمام شوف لدرجة ايه تمام وزل على كده حوالي تلات سنين بالوضع ده طيب سؤالك بقى سؤالك يا امو محمد في الاخر يا دكتور انا عرفت الحقيقة وعشت عبيانة انا سؤالي دلوقتي انا تعب تعبتي من الكد ويوقفني في المحل ويوتعب ويشتغل وياخد الفاكسي يرؤي جيب لها الحاجات وهو ينفاهمني انه طالها وان انا اشتغل عشان نجيب لها حقا نديها نفاقيتها ونديها حقا مؤخرها والكلام ده يعني هو يتعبني انا عفاني يريحها يا ويجيب لها وفي الاخر دلوقتي انا اللي اطلعت ام ايالو انا اللي اطلعت هو طلعك طلعك يعني طلعك اه اطلعت بقى الاربع سنين اه ليه كده ليه ليه يا دكتور رحيل في الطلع انت طالق ده كتير لغاية ما خلاص الايمانات نافذت جي مسألة تانية طيب اه رحنا سألناها الخلاصة وهي كده متحرام عليك وانت رجل غريب طيب يا محمد حاضر يا محمد حجاوب على حضرتك يا محمد شكرا جزيلا اه عندنا تاني تاني يا استاذ اسماعين معنا امم احمد بحيرة سلام عليكم عليكم السلام ازاك يا دكتور محمد ازاك يا محمد ازاك يا حضرتك اتفضلي الحمد لله والله كل سنو انت طي وانت بخير وعافية اتفضلي على فكرة انا منحبك وانتفضلي خالص يعني منحب نتفرج الحلقة تحتك وفي ذا على طول متابعاك ربنا يكرمك يا رب واجعل ده ادعي لي ادعي لي ربنا يكتبنا في طفقة المخبولين ويقعد ده بمزان حسناتنا ان شاء الله نعم ربنا يخليك يا دكتور محمد بالله عليك يا تدعي لنا وعيالي ربنا يبريك لك فيهم يا رب واصلح لك حالك ويدي لك كل عاصي انه هو اليوزالك والخاطر عليك ربنا يكرمك يا سيتك كل تفضلي سؤالك ربنا يخليك انا دلوقتي يا دكتور محمد والله انا زهقت من راجله واهله ليه زهقت ليه بس انا مالي يقول زهقت مينهم والله زهقت انا وانا ممعيث اللي هم عايليه عمش خلفت من جوزك الحمدلله اه ممعيث اللي هم عايليه عندك ولدين طب خلاص عشان خاطر ولدين عشان خاطر الورد عشان خاطر تبصي تبصي لولدينك تشبعي ماشي بس والله يعني زهقت هو مزعالك في ايه يعني قوليلي بس مزعالك في ايه هو كداب وكذا هو تكداب ودائما بيشتيني ودائما بيعاركني ومش بجابة لنعيش معاه ومنيجي على نفس عشان خاطر ايالي وقاعد وقاعد كل يوم عاقة ومشاكل مزهاجيني في عيسي لما انا معتش طيقة لانا انا نعيز وفوق من ده كلتي اخته طلعت عليه الكلام الشيء وبايس على بتاعة الرزة لو ماشي بتاعة الرزة طيب انقطع الاتصال التليفوني لكن الرسالة وصلت اعتقد يا جماعة كل اللي بيسألونها امه محمد وامه محمد وغيرها كل اللي بتصل بنا دلوقتي بتقولك الزوج بيجدم ما الذي يعني يخلي الراجل يجدم اولا عايز اقول احنا بنحتفل بسيدنا النبي وبنقتدي به صلى الله عليه وسلم بقول لكم سيدنا النبي قال لنا عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وياكم والكذب فان الكذبة يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة يا جماعة يقول الرجال اللي شايفين يقول الستات يقول الزوجات الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الصراحة وتقوم على المودة وتقوم على المحبة وبقول لكم أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم يا كل المجوزين يا كل اللي شايفينها من فضلكم أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم وخدوا بالكم ربنا ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإذا خن أحدهما الآخر نزع الله سبحانه وتعالى البركة تبقى الحياة حياة صعبة إحنا ليه كده ما نباش واضحين مع زوجاتنا إحنا ليه كده يعني ما نخبيش حاجة على زوجاتنا إحنا ليه كده ما نقولش كلام طيب لزوجاتنا ياريت كل زوج يا جماعة يقول لمراته الكلمة الطيبة ياريت كل زوج شايفنا من فضلك لا تكذب لأن الكذب يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى وربنا قدنا في القرآن قتل الخراصون عارفين يا جماعة من الخراصون دول الكذبين اللي بيجذبوا كما يتنفسوا لا يجوز للزوجة تكذب على زوجها ولا الراجل يجذب على زوجته معنا من يا أستاذ أسمعين أم محمد سلام عليكم من ده أهلية رجعت لنا تاني يا أم محمد أهلا وسهلا فضالي يا محمد فضالي أسمعك ما عليش يا دكتور بقى أحنا أسفين ما عليش لا ولا همك اتفضلي يا محمد ما عليش يا دكتور عشان ما أقولش عليك بس رجوزي راح يجوز علي من غير ما يقولي اتجوز عليك من غير ما يقولي تمام اه وبعدين هو أصلا كان متجوز قبل مني عشان الخلق يعني هو كان متجوز وما خليه طب أنت يا محمد ما سألتش نفسك ليه تجوز عليكي والله ما أنا عافى يا دكتور هو كل شوية يعني أنت قصرت في حاجة لا والله يا دكتور ما سألتش نفسك قصرت في حاجة تجاو لا هو كل شوية عايز تجوز كده يعني هو مزواج يعني مزواج اه هو كل شوية كده عايز تجوز وبعدنا الدرد أمأكد أوه وراحك اتفق فيها وخد أهله وكلهم راحوا معاه تمام طيب إيه المشكلة بعد الوقت مش أنت عندك ولاد منه مش أنت عندك ولاد منه مش أنت عندك ولاد منه نعم معاه يا جوز بنات هو ولد بنت كبرى في تاني أعداتي معك جوز بنات وولد تمام طيب هو تجوز قاعد مع زوجته تتاني دلوقتي ولا قاعد معاك لا هو لسه اتفق معاه هو قاعد عندهم متاحت خده دمه وحقته ونزل عندهم بس هو الوقت بيكلمها في التنفانه وبرحله وكده بس هو لسه مكتبش اكتبه عليه هي متجوزة قبل كده ومخلفة طيب ما تشوف أنت إيه المشكلة وتصالح جوزك كده وترجعه البعض ولو عندك أمل لإصلاحه يا محمد طيب أقول لك يا محمد يعني لو عندك أمل لإصلاح جوزك يا ستة كل بنسبة 8% لازم تجري وراء وكلمي خليك مع أستاذ اسماعين وأستاذ شايماء عاديكوا تليفوني أو سيبوا تليفونك وأنا أتكلمك بعد البرنامج إن شاء الله وربنا يا كريمك بس عموما وصية ونصيحة كل زوجة شايفاني يعني لو عندك مشكلة مع زوجك مش عارفة تتفاهم معه مش عارفة تتعامل معه حاول كده تشوف حد من أهلك وحد من أهله يعودوا مع بعضوا شوفوا حد المشكلة ولو عندك أمل يا ستة كل لإصلاح جوزك بأي نسبة لازم تجري وراء هذه النسبة الخراب سهل قوي خراب البيوت والطلاء أسهل حاجة سهل جدا لكن يا جماعة تعمير البيت وإحنا ننتصر في معركتنا مع الشيطان الرجيم ده شيء يعني بيبقى بيحتاج إلى مجهود كبير مننا وانتو عدراتكم ملاحظين يعني ممكن معظم الاتصالات ومعظم الرسائل اللي جاينا بتشتكي أن الرجل يكذب طب ليه الرجل بيكذب ليه يا جماعة زي ما ربنا قلنا يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني لازم احنا نبسطخين ونقول الحقيقة ونقول الكلام اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وانت لو جوزت على امراتك ما هي وانت دخل البيت هتعرفك بتبصلك كده بتعرفك من هيئتك انت متجوز عليها ولا لأ انت في واحدة ثانية في حياتك ولا لأ وده درس مهم جدا لكل زوجها شايفانا برضو انها يريد يا سيد الكل تحافظي على بيتك وتحافظي على زوجك عشر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في الدنيا وفي الاخرة احنا لسه متواصلين مع حضرتكم وبرنامجكم حجاوز وبنتكلم النهاردة في نور سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم وهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حل الخلافات الزوجية وعايز اقول لحضرتكم يا جماعة ان الامم تحتفل بذكرى عظمائها لماذا؟ الامم تحتفل بذكرى عظمائها للاشادة باعمالهم ليقتدي بها اللاحقون وحبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى تكريم الناس له بعد أن كرمه الله سبحانه وتعالى ورفع ذكره وأعلى مقامه فمن قال أشهد أنه لا إله إلا الله لا يصح إيمانه إلا إذا قال وأن محمدا رسول الله سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم إلا بنحتفي ونحتفل بذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام كان يكرم النساء وكان يعامل الزوجات أفضل معاملة سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما زعلت من رسول الله صلى الله وسلم كان النبي عليه صلى الله وسلم يقولها يا عائشة شوفوا تعلموا الرجال يتعلموا كان يقولها يا عائشة والله إنني لا أعلم غضبك من رضاك يعني إم تتبه راضي علي أم تبه غضبان مني قلت له كيف تعريف يا رسول الله قال لها إذا رضيت عني قلت لا وإله محمد وإذا غضبت علي قلت لا وإله إبراهيم فقالت عائشة نعم إنما أهجر اسمك لما كونس على أنا منك أهجر اسمك سيدنا النبي يا جماعة صلى الله وسلم كما جاء في الحديث صحيح كان في خدمة أهله أو كان في مهنة أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا النبي يا جماعة صلى الله وسلم كان بيعامل زوجاته المعاملة الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي كان يعي جيدا قول الله سبحانه وتعالى وعاشروا هن بالمعروف ناس كتير مش فهمة يعني إيه وعاشروا هن بالمعروف الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب وإحياء علوم الدين بيشرح الآية بيفصل الآية أنا عجبني بصراحة كلامه حبيت أقوله لحضراتكم بقوله وعاشروا هن بالمعروف بقوله والمعاشرة بالمعروف لا تعني فقط أن تقول لها كلاما طيبا تقول لها كلام حلو لا ولكن المعاشرة بالمعروف تعني أن تصبر عليها أهو وأن تتحملها عند سوء خلقها وعند طرشها في بعض الأحيان هو ده الكلام الجميل ده هو ده اللي يعني المعاشرة بالمعروف في التطبيق العملي لهذه المسألة عايز أقول لكم وقولوا كل الرجالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق زوجاته الجاري العدو هتقوله احنا فضيين يا مولانا ده أنا رجل مهم ده أنا مدير عام ده أنا رجل مهم يعني قد الدنيا معقولة أعمل مسابق جاري مع مراتي آه يا أخي مش عيب سيد النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم هل أنت مشغول أكتر من سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم سيد النبي كان مشغول بهموم أمة ومع ذلك عمل ده كان يسابق السيدة عايشة فسبقها وتسابق فكان يقول لا يا عايشة هذه بتلك صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه أجمعين هو ده هي دي يا جماعة أخلاقيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا محتاجينها محتاجين ان احنا بيوتنا يبقى فيها محبة ومودة ومش هيحصل ده إلى إذا اغتدينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إذا أرينا سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى إذا علمنا أولادنا محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة وحضرتكم بألف خير كل سنة ومصر بألف خير إن شاء الله كل سنة وكل العالم بألف خير إن شاء الله بمناسبة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في نهاية الحلقة أدعو لحضرتكم جميعا بالتوفيق والسداد والصحة والعافية اللهم اطرد الشيطان من بيتنا اللهم اطرد الشيطان من بيتنا اللهم اجعل سكان بيتنا من الملائكة الكرام الباررة اللهم اجبر بخاطرنا جميعا يا رب اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب اجبر بخاطرنا جميعا يا رب ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا واسترنا ولا تفضحنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخضل عنا ولا تخذلنا اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين شكر الله لكم أيها الأحبة نلتقي على خير في الحلقة القادمة إلى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته موسيقى